المحبة هي طبيعة الله المسيح الذي يملأ القلب والكيان هذه المحبة التي تغفر هذه المحبة التي تسامح هذه المحبة التي لا تقبح ولا تظن السوء ولا تطلب ما لنفسها لكن تتشبه تتمثل بالمسيح الذي قال عن نفسه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه المسيح ليس فقط أحبنا برهن على هذه المحبة في ذهابه إلى الصليب إلى الموت حتى يقوم بعملية الفداء والكفارة حتى يخلصك ويخلصني وينقذك من الموت والهلاك الأبدي حتى تتمتع بعلاقة بشركة حتى تكون خليقة جديدة تستمتع في علاقة البنوية والحياة الأبدية من أجل هذا الصرخ بتعجب الرسول يحنى قال انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله بصلي من كل قلبي إذا أنت عندك نقص في المحبة أو فقر في هذه المحبة محبة المسيح تملأ قلبك وكيانك وإذا أنت مش قادر تسامح تغفر في هذا اليوم وهذه المحبة تلمس كل نواحي حياتك مثل خيوط الشمس الذهبية الرب يباركك وإلى اللقاء والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة